العملية الخامسة صفحة 33 في 6 واحد قامت المؤسسة بتأثيث المحل إذن المؤسسة حصلت على أصل اسمه الأثاث وقامت شركة شمسان بعملية التأثيث لقاء مبلغ 60 ألف ريال إذن الأثاث الذي تم الحصول عليه بمبلغ 60 ألف ريال ولكن الشركة أو المؤسسة دفعت منه مبلغ 20 لشركة شمسان نقدا والباقي على الحساب أو بالأجل والمطلوب تحليل هذه العملية إلى طرفيها المدين والدائن نلاحظ الآن أنه حدثت زيادة في أصل هو الأثاث وحيث أن الأصول ذات طبيعة مدينة وعند الزيادة فإنها أيضا تصبح أيضا مدينة إذن الطرف المدين في هذه العملية هو الأثاث بمبلغ 60 ألف ريال لكن الطرف الآخر يتكون من أكثر من عنصر نلاحظ أولا أنه حدث نقص في الصندوق والصندوق أصلا أصل والأصل طبيعته مدين ولتخفيضه فإنه يعكس ويجعل دائن إذن يوجد الصندوق في الطرف الدائن بالمبلغ الذي أخذ منه ومقداره 20 ألف يتبقى لنا أن شركة شمسين لم تحصل على كامل المبلغ المستحق لها إذن هناك زيادة في الدائنون والدائنون تمثل خصم وطبيعة الخصم أنه دائن وعند زيادته يكون الزيادة في نفس الجانب فيكون أيضا الخصم هو الدائنون دائن بالمبلغ المتبقي لشركة شمسين وهو مبلغ الأربعين نلاحظ هنا أن في الطرف المدين مبلغ ستين ألف في الطرف الدائن نجد رقمين رقم بعشرين ألف ورقم بأربعين ألف بما يكمل في النهاية مبلغ الستين ألف نكرر ذلك مرة أخرى فنقول أنه في الطرف الأيمن نجد أنه حدثت زيادة في الأثاس بمبلغ ستين ألف والأثاس أصل والأصل مدين ولزادته يكون مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب الأثاس وبه مبلغ ستين ألف بينما أن الطرف الآخر نجد الصندوق حدث به نقص بمبلغ عشرين وهو أصل ولتخفيضه يؤكس ويجعل دائن إذن نجد أن الطرف الدائن يتضمن حساب الصندوق ليس هذا وفقط ولكن هناك أيضا زيادة في الدائنون بالمبلغ المتبقي وهو أربعين ألف والدائنون خصم وطبيعته أنه دائن ولزيادته تكون الزيادة في نفس الجانب بجعله دائنا إذن الطرف الدائن أيضا يتضمن حساب آخر هو حساب الدائنون نلاحظ الآن أن الطرف الدائن به أكثر من حساب واحد به حسابين الطرف الدائن إذن هذه العملية تختلف عن العمليات السابقة حيث أن بها أحد الأطراف يتضمن أكثر من حساب واحد لابد من مراعاة ذلك عند الإثبات في دفتر اليومية حيث أننا نلاحظ أن الطرف الدائن يتكون من حسابين هما حسابي الصندوق والدائنون في هذه الحالة فإن القيد الذي يتضمن أحد طرفيه أو كلاهما أكثر من حساب واحد يسمى بالقيد المركب في هذه الحالة نكتب قبل الطرف الذي يتضمن أكثر من حساب كلمة مذكورين أي متعددين أو متنوعين والتي تعني أن هذا الطرف يتضمن أكثر من حساب نقوم بتصطير دفتر اليومية ثم تقسيمه إلى أربع عمدة العمود الأول والثاني للمبلغ المدين والدائن ثم البيان ثم التاريخ نكتب في السطر الأول الطرف المدين وهو حساب الأثاث وكان مدينا فكلمة من هنا تعني أنه مدين وكان مدينا بالمبلغ بالكامل اللي هو الستين ألف بينما أن الطرف الدائن به أكثر من حساب فنكتب فيه كلمة مذكورين بما يعني أنه يتضمن أكثر من حساب واحد وقبله كلمة إلى بما يعني أنه طرف دائن الحساب الأول هو حساب الصندوق ودفع مبلغ عشرين ألف تكتب في نفس السطر الخاص به ثم السطر التالي نكتب فيه حساب الدائنون ونسجل المبلغ المستحق للدائنون وهي شركة شمسان بمبلغ أربعين ألف وبعد ذلك نكتب شرح للقيد أو شرح للعملية وهو شراء أثاث جزء نقدا وجزء على الحساب ثم نكتب التاريخ ويوم 6-1 ثم نأخذ خط لنفصل هذه العملية عن العمليات التالية نلاحظ أيضا أن هذا يمثل قيد يومية هذا القيد يتضمن طرفين كما هي كل قيود اليومية الطرف الأول وهو الطرف المدين أما الطرف الدائن فكان به أكثر من حساب واحد وهو حساب الصندوق وحساب الدائنون كل هذا يمثل طرف دائن إذن القيد يتضمن وباستمرار طرفين طرف مدين وطرف دائن نلاحظ أيضا أن مجموع الطرف المدين هو رقم واحد وهو ستين بينما أن الطرف الدائن كان به مبلغين يجب أن يساوية الرقم الموجود في الطرف المدين أيضا نلاحظ أن مجموعهم أيضا ستين وبالتالي يجب أن يتساوى طرفي القيد ترجمة نانسي قنقر